طبعاً الإصابة بتاعة علي معلول إصابة للأسف يعني قوية جداً إصابة جاسيمة جداً ناس كتير عايزة تسأل إصابة علي معلول إيه؟ إصابة علي معلول اللي هو في الجزء بتاع أنكل الرجل اللي هو العرقوب زي ما بيقولوا كده في الجزء الأسفل عند الأنكل وجهاز الطب طبعاً نتيجة التورم الشديد في المنطقة بتاعة توتر أكيلس بيبقى صعب جداً تقدر تعمل أشعة رمين مغناطيسي فالمعلومات اللي عندي الغد للوقتي إن فيه أشعة اتعاملت النهاردة الظهر وعلى حسب رؤية الجلزة الطبية إذا ما أعلنش نتيجة الأشعة النهاردة هينتظر يعمل أشعة تاني بكراً يعني الوضع الطبية في اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي النادي الآهل بيفكر زي في الجزئيات دي والناس كتيرة مستعجلة وعايزة تطمن على علي إحنا عايزين نطمن على علي قبل حضراتكم بالتأكيد وعايزين نطمن حضراتكم وطبعاً نحن بارح شايفين صورة المجلس إدارة النادي الأهل بالكامل برئاسة كابتن محمود الخطيب مع علي معلول بعد نهاية المباراة وتعامل كده بعض الإجراءات الطبية التحفظية عشان يكون ما يقدرش علي يقدر يتحمل على كعب رجله وعلى رجله شايفين كمان دكتور محمد سراج كل زميله موجودين حسين الشحات لعيبة كلها والجهاز الفني والمجلس الإدارة كله كان بجوار علي معلول وكلنا يعني إصابة علي معلول أثرت فينا أكتر من نتيجة اللقاء بكل أمانة ولكن أنا بقول لحضراتكم إصابة علي مش هنقدر نحسم التفاصيل لأن النادي الأهل حتى هذه اللحظة لم يعلم أي تفاصيل مش هنكتهد لأن احنا هنا في موضع رسمي ما ينفعش نكتهد مش في موضع اللي احنا نعمل صبق صحفي في موضع زي ده الإصابة دي تحديداً بالذات ما في هالس صبق صحفي لازم نتعامل طبقاً للبروتوكول الطبي اللي عايز يتعامل فيه الجهاز الطبي للنادي الأهل الجهاز الطبي شايف فيه تورم على منطقة وطن أكيليس فمش عايز يعلن أي تفاصيل لغاية لما يطمن أول على رجل علي عمل أشعة النهاردة ممكن ينتظر نتيجة إشعة بكرة اليوم أو الغد إن شاء الله لو فيه أي تفاصيل رسمية أكيد هتعلن من خلال شاشة قناة الأهل ولكن إمكانية عودة علي معلول وجهزيته للقاء الإياب شايفين طبعاً الأمر هيبقى صعب جداً ولكن الأهم دلوقتي نطمئن على سلامة وشفاء علي معلول خلال الفترة اللي جاي